قال وزير الإسكان عاصم الجزار حول تطوير جزيرة الوراق إن الدولة تشتري رضائيا الفدان من جزيرة الوراق بستة ملايين جنيه موضحا أن المبادلة كانت فدان الأرض في جزيرة الوراق بـ 19 فدان في مدينة السدد وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة أنه تم شراء الأراضي رضائيا من أهالي الجزيرة ولم يتم النزع ملكية أحد من أهالي الجزيرة هنا بسياسة اسمها سياسة الشراء الرضائي سياسة الشراء الرضائي دي بتنتهيها الدولة في كل مناطق التطوير العمراني اللي بتتم احنا بندفع في جزيرة الوراق للفدان الزراعي ستة مليون جنيه بنشتري رضائيا من الناس الفدان بستة مليون جنيه في حلول أخرى اللي عايز أراضي زراعية منتح له حجم الاتنين عايز بدال الفدان بتاعك أرض زراعية احنا كوزارة اسكان هيئة مجتمعات العمرانية الجديدة عندنا في مدينة السادات نطاق بفر زراعي أو نطاق زراعي في هذه المدينة وكان المبادلة الفدان في الجزيرة بتسعتاشر فدان في السادات وهناك ثلاثة أنواع من التعويض الحائز لوحدة يعني واحد مؤجر بنعوضه طيب والمالك المالك الوحدة بيعوض عن ملكيته ومالك الأرض بيعوض عن الأرض وبالتالي انت بتعوض الحائز واحد مؤجر وحدة بتدي له التعويض والتعويض محسوب بالشقة السكنية وفقاً لتقدير جهات التقييم في اللجنة الربعية وهيئة المساحة ده بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل واحدة